ترجمة نانسي قنقر المساحة تحت منحنيات توزيعات طبيعية معيارية أن يوجد الطالب احتمالات ضمن توزيعات طبيعية معيارية ويوجد قيم بيانات علمة احتمالاتها فخلونا ناخذ مع بعض أول مثال السؤال يقول أوجد فترة لقيم زد ترتبط بالمساحات الآتية لو تذكرون في الدرس السابق كان ناخذ قيمة الزد ونطلع المساحة أو الاحتمال أو النسبة المئوية المرتبطة بالزد اليوم درسنا راح يكون بالعكس راح يعطوننا مساحات احنا نحتاج نطلع قيمة الزد أو قيمة الاكس فعندنا المساحة التالية عندي النسبة المئوية هي 50% من منتصف توزيع البيانات عندي 50% في المنتصف فاش راح يكون عندنا لأن احنا نعرف أن في وسط البيانات عندي قيمة الوسط اللي هي تساوي صفر تنصف الرسم البياني اللي عندي المنحنة بالتساوي ولأن المنحنة متماثل فالخمسين بالمئة راح تنقسم على اثنين وراح توزع بالتساوي خمسة وعشرين بالمئة جهة اليمين وخمسة وعشرين بالمئة جهة اليسار كاحتمال راح تكون بوينت تو فايف راح نروح في الجدول نشوف قيمة الزد المقابلة لبوينت تو فايف فنشوف جدولنا نشوف ندور أجرب قيمة لبوينت تو فايف فنلاحظ عندنا أقرب قيمة لبوينت تو فايف هي بوينت تو فور ايت سكس انزين ليش خذنا ذي القيمة وما خذنا القيمة الثانية لأن الفرق بين بوينت تو فايف والقيمة اللي عندي أربعة عشر لكن القيمة الثانية سبعة عشر فرح ناخذ أقرب قيمة هذه المساحة اللي عندي أو الاحتمال اللي عندي أروح أتشوف قيمة الزد المقابلة لها فعندي إياها point six ونروح فوق seven فقيمة الزد راح تكون point six seven فpoint six seven فراح نكتبها على رسمنا مرة بالموجب ومرة بالسالب لأن القيمة متماثلة فراح نكتبها على شكل فترة أن الزد محصورة بين minus point six seven وموجب point six seven شذي أعزائي الطلبة انتهينا من المثال الأول ننتقل مع بعض إلى المثال الثاني السؤال يقول عندي عشرين بالمئة من توزيع البيانات على الطرفين فشلون راح نكتبها؟ إحنا مساعة كان عندنا توزيع دائريك في المنتصف فدائريك تمثلناه لكن هنا لأنه عندنا على الطرفين فراح نسوي معادلة في البداية نجهز المساحة اللي عندنا وبعدها راح نسويها على الرسم البياني فأول شي راح أخذ النسبة المئوية اللي في المنتصف لأنه أنا هاي اللي أحتاجها فأقول مئة بالمئة ناقص النسبة المئوية اللي على الطرفين فمئة بالمئة ناقص عشرين بالمئة ما وين يبنى عشر بالمئة؟ خذنا العشرين بالمئة وقسمناها على اثنين نفس الشي راح نحتاج نطلع قيمة الزد الموجبة وقيمة الزد السالبة اللي هما نفس الشي بس بعكس إشارتهم فنروح في الجدول ندور على point four فنشوف أقرب قيمة حق الpoint four اللي هي point three double nine seven أقرب قيمة فنروح نشوف قيمة الزد المقابلة لها اللي هي one point two وبعدها eight فراح تكون قيمة الزد one point two eight نكتبها مرة بالسالب ومر بالموجب أيضا لأن التوزيع متماثل فراح نأخذها كي قيمتين موجبة وسالبة الحين شلون راح نكتبها بصورات فترة؟ لأن احنا في السؤال قالوا لنا على الطرفين فعندي إما أكبر من قيمة الزد أو أصغر من قيمة الزد فعندي فترتين مختلفتين فراح نأخذ إما زد أكبر من one point two eight أو زد أصغر من minus one point two eight ابتشذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول مثالين خلونا ننتقل مع بعض إلى مسألة لفظية السؤال يقول إذا كان متوسط سرعة السيارات بالكيلو متر لكل ساعة في أحد الشوارع موزعة توزيعا طبيعيا حيث الوسط اللي هو ميو سبعة وثلاثين ونص والسقما اللي هو الانحراف المعياري خمس ونص خلونا نستعرض مع بعض الأسئلة فعندي أول سؤال أحتاج أوجد أقصى سرعة لأبطع عشر بالمئة من السيارات السؤال الثاني أوجد أدنى سرعة لأسرع خمسة بالمئة من السيارات أما السؤال الأخير فهو ما مدى السرعة الذي يقع في خمسة وعشرين بالمئة من منتصف توزيع البيانات فعندي ثلاثة أسئلة راح نحلها على مسألة لفظية واحدة خلونا مع بعض انحل فأول خطوة راح نحط المعطيات اللي هو الميوم والسيجما لأن في سؤالنا قالوا لنا نبي نوجد أقصى سرعة لأبطع عشر بالمئة من السيارات فالنسبة المئوية راح نروح جهة اليسار لأنه هي الأقل ما علي منه كامل راح ناخذ فقط نص البيانات فرح ناخذ نص الاحتمالات لأن احنا نعرف انه هو كامل مئة بالمئة فرح ناخذ نص اللي هو خمسين بالمئة فرح نقول خمسين بالمئة ناقص عشرة بالمئة فرح يعطينا بوينت فور فنشوفها في الرسم البياني اللي عندنا لتوزيع الطبيعي المعياري راح يكون عندي في المنتصف دائما قيمة الوسط صفر فالحين راح نمثل المساحة اللي عندنا فراح نمثلها جهة اليسار احنا البوينت فور اللي طلعنا ليش طلعنا لأنه اصلا العشرة هي بعيدة عن الصفر واحنا نعرف انه في الجدول الزد دائما تكون المساحة القريبة من الصفر فراح تكون البوينت فور اه هي